يضم إلينا أيضا مشاهدين في هذا النقاش عبر الأقمال الاصطناعية من الخرطوم مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني سيد مالك عقار مرحبا بك سيد مالك ما الذي تتوقعونه في هذه الأثناء من تلك الجلسة المتوقعة نعقدها في مجلس الأمن لمناقشة خطورة الأوضاع المتعلقة ببدء الملء الثاني لسد نظف إثيوبيا على سودان شكرا جزيلا الصحيحة الأوضاع المتوترة بين الدول السلاسة بخصوص الأزمة السد التي هي أزمة أمنية سياسية في البقام الأول وهي تركت تسبح في الفضاء السياسي والفضاء الأمني لفترة طويلة ويحتاج لحل وكل وقت يتطور وبتفاقم خطورة بالنسبة للدول السلاثة أولا الدولة الأثيوبية لا بد أن تعترف بحقوق الآخرين في المياه الدولة المصب والدولة التي تمر بها هذه المياه كلها عندها حقوق نحو شعبعة وليع الحق في استعمال هذه المياه في نفس القدر دولة السودان والدولة المصرية برضو يعترف بحق الدولة الأثيوبية في استعمال المياه في السد النهضة وغيرها وأنا أفتكر أن عملية السد النهضة ما هي عملية جديدة ولا مفاجأة بالنسبة للدول السلاسة يعني فكرة السد كانت فكرة من بدلي لكن بس ما بتسعى الحسنة الموجودة فيها وهو 74 مليون كوي بيك ميترس وهي كانت 16.5 كوي بيك ميترس وكانت يعني في الوضع بتاعها في وقت ذلك ووضع مريح بالنسبة للدول الثلاثة الأزمة المتفاقمة حاليا عاوزة تريس عاوزة صبق من كل الدول السلاسة ولا بديلة للحوار إلا الحوار في موضوع الأسد صحيح هناك احتمالات مفتوحة كثيرة وعديدة لكن في النهاية أنسب وعاقل الاحتمالات هو احتمال الحوار السودان أنا أتكلم عن السودان وكسوداني أنه عندنا احتمالات كبيرة جدا جدا وفي موضوع الأسد ومحدد أمني بالنسبة للسودان فيه فوائد وفيه مطار لكن الاثنين محتاجة أن الناس يحصل فيها توافق بين الدولة الإثيوبية والسودان والدولة الإثيوبية والسودان ومصر بالنسبة لنا فيه برضو نوع من المحدد الأمني بالنسبة للسودان لذلك التوجه السوداني أنه لا بد أنه يكون في حل وفي حوار وفي معالجة هذه المشكلة ولا بد أنه يزول المؤشر بتاع الخطر في وجود الوضع الحالي وبدأت بعد المرحلة الثانية للملي وبدون يعني يحصل توافق بين الدول السلاسة السودان حاول بطرق كثيرة جدا بكلها طرق دبلوماسية بأنه يجدوا الحل وكان فيه التفاوض بين الدول وبين الدولة الإثيوبية والدولة السودانية وكذا وبعدين رجعنا إلى المجتمع الإفريقي فالدولة الإثيوبية كانت مواقفة غير مرينة ورغم أن الدولتين مصر والسودان كان لهم مواقفة ممكن تكون مواقفة إيجابية أو مرينة في حال الأحوال لكن الدولة الإثيوبية متعندة وواقفة في مواقفة ونحن نرى بأن هذا المواقف هو مضر بالنسبة للدولة الإثيوبية ولجميع الدول فنتمنى أن يرجعوا لسلطة العقل والحكمة أن الناس يبدأوا حوار جات ويعالجوا هذه المشكلة لأنها مشكلة في المستقبل هي مشكلة خطيرة وهي عسلان متفاقمة يوميا وليس لمصلحة السيوبية أو مصلحة أي دولة التطور لمراحل أخرى أو لحلول أخرى المجلس الأمني وجلس وأجلس وسودان عنده كل الحجاجية في أنها تنزع حقها بالحوار وأنا لسا أفتكر أنه ما في بديل للحوار ولأي حل ثاني يطرأ أو الدول التي كلها تفكر فيها هو حل يعني عواقبها وخيمها بالنسبة لكل الدول الثلاثة طيب سيد مالك عقار التوقعات من مجلس الأمن أو من جلسة مجلس الأمن انخفضت بعض التصريحات التي جاءت لستفان دوغاريك وغيرها من التصريحات وخاصة في ظل التوقع بأن المجلس سيحيل الملف مرة أخرى إلى الاتحاد الإفريقي تصريحات وزيرة الخارجية تتحدث أيضا عن تعزيز المسار الإفريقي وأنها لن تبقي أو أن سودان لن تبقي الملف طويلا على طاولة المجلس الأمن هل فات الأوان هل لم يعد الوقت مناسبا للحديث عن وقف إثيوبيا للملء الثاني لسد النهضة والجلوس إلى طاولة مفاوضات وما الذي يجب أن يتغير حتى تختلف هذه المفاوضات في نتائجها عن سابقاتها الدولة الأسيوبيا عالنت أنها بدأت في المرحلة الثانية من مليا السد وأننا متاسفين جدا أنه أخذت القرار هذا قرار أهادي بدون مشورة الدول الأخرى أو بدون رضا الدول الأخرى وبرضو رضا الدول الأخرى مرهون بأنه يكون هناك برضو يعني مؤشرات لإزالة الوضع الأمني أو المحدد الأمني الماثل نتيجة الملي لكن ده نحن نقول أنه الوقت نحن افتغادنا الوقت الوقت لا زال هناك إذا الناس احتكمت والدول دي احتكمت لصوت الأقل وراعت مصلحة كل دولة راعت أنه يعني إنها مصالح وإنها مصالح مع نفسها وإنها مصالح مع الآخرين والآخرين عندهم حقوق مثل ما هي عندها حقوق السياسة الأمر الواقع بالنسبة للدولة الإثيوبية ما مقولة ونحن عن شخصيين والدولة السودانية موقفة أنه الدولة الإثيوبية لازم تراجع مواقفة وسواء أن الملف تبقى مع مجلس الأمن أم رجع للاتحاد الإفريقي لا بد أن يكون هناك حلول ودائما لكل معضلة أو مشكلة حل سليم مصر تقول أو الخطاب من مصر يقول إن إثيوبية تتعنت في موقفها في هذه المفاوضات السودان تقول إن إثيوبية تتعنت وكان هناك تصريح لوزيرة الخارجية عندما تمت دعوة مصر والسودان لإرسال خبراء أو لإطلاع على معلومات السد ملء السد الثاني وذلك نوع من أنواع المنة على السودان وعلى مصر دعني أسألك كيف تتعاملون مع الموقف السياسي الإثيوبي في هذه المفاوضات وبشكل سياسي أيضا ما الذي لديكم لتردوا بذلك على هذا التعنت أو على فشل هذه المفاوضات في حال لم يصل مجلس الأمن إلى قرار منصف لأجل هذه القضية أو يضع هذه القضية على مسار صحيح للوصول إلى اتفاق ولم تستجب إثيوبيا لهذه المحاولات من جانب السودان أو من جانب مصر نعم هناك موقف غير مرضي بالنسبة للدولة الإثيوبية وموقف السودان أنه حازت عنه من الدولة الإثيوبية لكن دعنا لا نقفز إلى أن المفاوضات فشلت دعنا نستمر في أن هناك نوافذ مفتوحة لأن الناس يجدوا حل في هذا التفاوض حتى ولو نسبي لأننا نحتاج في نهاية الأمر إلى وصول لحل يرضي كل الأطراف الموقف المصري والموقف السوداني موحد بأن الدولة الإثيوبية متعندة لكن هذا التعند برضو يمكن الدولة الإثيوبية أندع بعض المخاوف فأيضا نحن برضو نبحث لها عن العزر ونبحث عن أنه هناك دائما موضع وهناك دائما فرص لحل المشاكل الدولة الإثيوبية قد تكون عندها مخاوفة سواء هذه المخاوف فعلا ماسلة أم مصطنعة نحن برضو نبحث عنها ونحاول نزللها وهي برضو تحاول تزلل المخاوف والمشاكل الإندنة ولهي ماثلة قدامنا نحن شايفين أنه السد مهدد أمني بالنسبة للدولة السودانية فالمرونة مطلوبة والصبر مطلوب والواقعية مطلوبة بالنسبة لهذا الحوار سواء بقت في الأم المتحدة أو سواء رجعت للاتحاد الإفريقي أو أنها بأي آلية أخرى متاهة ما عدا عالية الحرب طبعا عالية الحرب مكلفة للحد العالى وأنا ما أظن أن هذه الثلاثة دول يعني بترقب في هذه العالية وهي عالية الحرب لأنها هي مدمرة لكل شيء وقد تكون هي ذات كارسية بالنسبة للشعب والسلاثة دول ما الذي تقصده بمسألة الواقعية مطلوبة سيد مالك يعني إن كان في تصريحك قبل قليل قلت إن إثيوبيا تتعنت وقلت إن سياسة فرض الأمر الواقع لن تؤدي إلى حل الأزمة فما الذي تقصده هنا بمسألة الواقعية مطلوبة في مواجهة سياسة فرض الأمر الواقع الذي تحدثت عنه نعم هناك سياسة فرض الأمر الواقع وهذا غير واقعية الواقعية بأن سياسة فرض الأمر الواقع والتعنت لا يؤدي لحلول آنية لكن نحن نبحث عن الحل إذا كنت تبحث دولة الإيسيوبيا لو تبحث عن الحل ونحن نبحث عن الحل بنرجع للواقع المماثل أمامنا وهناك سد يسمى سد النحضة وحصل يعني شهد هذا السد وأمر واقع هذا الأمر الواقع محتاج لترتيبات أمنية ترتيبات سياسية فكل يضع على طاولة التفاوض المخاوف والمعاشرات والخطورة الوابش أربع وده الواقعية أنا أقصد فيه أن الناس ترجع للواقع والحكمة ونالك يعني المعسلة قدامنا نحن محتاجين نتعامل معها كواقع ونتعامل معها بعقلانية طيب سيد مالك نعم سيد مالك تعني أسألك لا يعالج منه وزير الرئيس السوداني في حديثه لنظير الإيثيوبيا قال إن تعبئت سد نهضة دون تقييم الأثر البيئي والاجتماعي انتهاك للأعراف الدولية كيف ترى هذه النقطة وهذا الانتهاك هل يجعل من حق السودان الذهاب إلى مقاضات إيثيوبيا مثلا دوليا الانتقال إلى مرحلة أخرى للمقاضة في حال لم تفلح حتى هذه اللحظة أو حتى هذا التوقيت مسارات المفاوضات وذلك أيضا أريد منك أن تضع فيه أو في اعتباره تصريح مدير سد الرصيرس السوداني للجزيرة الذي قال إن منسوب نيل الأزرق انخفض إلى 83 مليون متر مكعب مقارنة ب150 مليون قبل عام وطبعا المحدد الأول في بناء السودان هو سد الرصيرس ويبعد 15 كيلو في الحوض بتاعه من سد النهضة وإغلاب وفتح الأبواب في سد النهضة بيأثر تأثير سلبي على سد الرصيرس سد الرصيرس ساعة ما كبيرة ساعة كلها ستة لسبعة مليون كويبيك متر وإماجن أنه يجيوه دفع بتاع المياه فوق الطاقة اللي فيها فبيحصل خلل في البنية التحتية بالنسبة لسد الرصيرس دي واحدة الاثنين انخفاض اللي ناية ده برضو اللي تزبزب فتح إغلاق وفتح الأبواب في سد النهضة لكن هذا لا يعني أن الناس ما بترجع لصوت العقل وأنها هي لازم برضا يعني تعالج هذه المشكلة في نالك في مشاكل فنية كثيرة وفي مشاكل بيئة كثيرة يعني مسكوطة عنها دي كلها ممكن تتعالج كهزمة واحدة في الحوار في سد النهضة وطبعا في سودان يعني في حذر شديد جدا يعني أنا ما دير أقول قضب لكن الناس يعني السودانيين متخوفين من أسار السد الاقتصادية وأسار السد الأمنية بالنسبة لشعب السوداني نعم بين تصريح لعضو اللجنة الفنية الإثيوبية في مفعوضات سد النهضة والذي يقول فيه أن اجتماع مجلس الأمن الدولي لا يمكنه أن يوقف التعبئة الجارية للسد وتصريح آخر لوزير الخارجية المصري الذي يقول إن معالجة قضية سد النهضة من اختصاص مجلس الأمن ومن المهم تشجيع مصر والسودان وإثيوبية المضي قدما في المفاوضات بين هذين التصريحين هل تعتقد حقا أن سد نهضة لديه الحق أو لديه السلطة لطلب من إثيوبية وقف إجراءات الملء الثاني لسد نهضة حتى البدء في الجلوس إلى طاولة مفاوضات والوصول إلى اتفاق؟ أولا التصريحين متناغطتين لأنه جايات برضو من مواقف متابعينة التصريح المصري نابع عن مدار ومخاوف نتيجة لملء سد النهضة وبداية عملية فتح الأبواب وأقلاب الأبواب ومخاوف حقيقية ومخاوف مدروسة من ناحية علمية الموقف الإثيوبي جاي أساسا من الدفاع عن ما لا يقبل الدفاع عنه وهو التعند فالتصريحين جايين من موقفين متناغطتين ومن اعتبارات متناغطة فده بديه جدا جدا في أوقات زي ديارة تكون هذه التناقضات لكن هذه التناقضات برضا لازلنا نبحث عن الحلول لموضوع سد النهضة وفيه مدار بالنسبة للسودان فيه منافع بالنسبة للسودان فيه مدار بالنسبة للدولة المصرية وفيه منافع للدولة الإثيوبية لكن إذا ضرت بالآخرين فهي في النهاية ومضرة بالنسبة لهم برضو سيد مالك دعني أسألك إثيوبيا تقول إنها الإجراءات التي تتخذها حتى اللحظة هي إجراءات شرعية بمجلب التفاق المبادئ السودان ومصر تتحدثان عن سلوك فرداني أو سلوك فردي من قبل إثيوبيا أنت قلت سياسة فرض الأمر الواقع هناك من مصر تصريحات أخرى بنفس المعنى وهناك تأكيدات سواء من قبل السودان أو من مصر على مخالفة إثيوبيا لما جاء في اتفاق المبادئ هل هناك اتفاق المبادئ 2015 نعم هل هناك اي احتمال أن يكون اتفاق المبادئ في ظل اختار إثيوبيا لكم في السودان بالمال الثاني ودعوتها لكم قبل شهور وأيضا لمصر لإرسال فنيين والاطلاع على البيانات هل يمكن أن يكون ذلك كافيا لاعتبار الإجراءات التي تتخذها إثيوبيا إجراءات قانونية ملتزمة باتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015 لا بد أن اتفاق المبادئ ينص غير ذلك نص غير أنه لا نص على أنه يكون فيه اختار نص على أنه يكون فيه اتفاق واتفاق ملزم لكل الأطراف بما يتفعون عليه فقوصة اختار وهذه عطية وما بتقبل الرطاية لأنه موضوع بهم حياة الناس وبيهم أمن الدول وأمن الشعوب وأمن أجيال لفترات لا ندري هي مدة عكم لكن الاتفاق هو اتفاق والجنت المانا جريمين الذي يفتكر إثيوبيا يمكن أن يختار أنه يقتل السودان ويختار غيرهم فده مقبول وهذا تسويف الوضع بتاعة الحوار في الحل بتاعة السد أنا أعتبره تسويف وأعتبره أنه الطريقة الثانية هو عملية بتاعة تعليق للتوار سيد مالك هل هناك في اتفاق المبادئ ما ينص على ضرورة توقيع اتفاق ملزم بين الدول الثلاث نعم هناك الاتفاق بتاعة المبادئ في 2015 نص على ولم يترك شاردة ولا واردة وللتفسير فهناك ليس مجال للتفسير الاتفاق المبادئ يقول أنه لازم يكون في اتفاق ملزم وبالذات في عملية بتاعة إقلاق وفتح الأبواب وبين السودان لا بد أن يكون في اتفاق ملزم للإثيوبين وتشغيل السد يكون في اتفاق ملزم للفتح الأبواب وإختار إذن أنت تقول هناك ما نص علي اتفاق المبادئ لضرورة وجود اتفاق ملزم هل يمكن أنا أسألك هل هناك أفق زمني لذلك ربما تأتي إثيوبيا بعد عشرة أعوام من الآن وتقول الآن هو وقت عقد الاتفاق الملزم هذا الموسف وممكن الواحد يقول هذا هو التعنت وممكن برضو أن يقول هذا عملية بتاعة تسويف وتلعب بالوقت لفرض عمر واقع وهذا غير مقبول بالنسبة للسودانيين وأفتكر بالنسبة للدولة المصرية فنحن يعني وأنا لسه أستعمل العبارة بتاعت أن الدولة الإثيوبية لا يمكن أن ترجع للعقلانية والعقلانية الأكثر عقلانية لمعالجة هذه المشكلة أنه ما في زول أو ما في جهة يعني معنية أنه الإثيوبين أنه يستعملوا مياههم ولا المعنية الإثيوبين أنه يقوموا بالتنمية في بلدهم باستغلال مياه النيل لكن حريتهم هذه إذا تأثرت سلبا على حرية العاخرين في حق المياه وحق العاخرين في المياه بالتالي يكون تجاوز ويكون عملية نعتبرها جريمة في حق الإنسانية وممكن يحاكم عليها لكن هذه مرحلة قد تكون لا ندري متى لكن هي واحدة من الفرص المتاحة وضحت الفكرة سيد مالك عقار عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من الخرطوم شكرا جزيلا لك ينضم إلينا عبر الانتونيات من واشنطن جمال أحمد البشير الباحث والمحالي الأساسي الإثيوبي سيد جمال مرحبا بك سيد جمال دعني أبدأ معك من النقطة الأخيرة التي انتهيت إليها مع سيد مالك عقار بتأكيد أنت تبعت معنا قبل قليل جزء من هذا اللقاء هناك ما يلزم الدول الثلاث في اتفاق المبادئ الموقع عام 2015 بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث لماذا لم تلتزم إثيوبي حتى اللحظة باتفاق المبادئ الذي تستند إليه في شرعية كل الإجراءات المتخذة في بناء وملء سيد النهض أشكرك أختي أولا ثم الضيف وكذلك المشاهدين كنت أتساءل عندما يذكر الضيف هذه المسألة ليته ذكر أيضا البند الذي يذكر هذا الكلام لأن البند العشرة كلها نقرأها وهي موجودة أمامنا كلنا ليس فيها أي بند من البنود يلزم أي طرف من الأطراف أن يدخلوا في التزامات معينة ولا أيضا فيه نص في اتفاقية مستقبلية التي تكون بما الآن يقال عنها وهي ملزمة ليست هناك أي نص فلذلك لابد أن نطالب هذا الأخ يعني بدليل أو بشيء يذكره لنا وأما ما موضوع الذي يذكره تقريبا التعنت والتسويف والتلاعب وكذا هذه الأمور يعني فائدتها يعني لمصر والسودان أعظم وبالتالي هما كان يمارسان هذا الموضوع من جانب أثيوبيا لكن أثيوبيا لها التزامات مع الشركات التي تعمل على الساحة وكذلك الشعب أنفق كل هذه الأموال حين مصر والآخرون يشتغلون ضدها في أن يمنعوا التمويل لهذا السد في حين أنهم وقعوا على التعاون وكذا ولكن هم كانوا يلجأون إلى أي طرق يمكن تعطيل هذا المشروع فبالتالي التسويف والمراوغات والتعنت ينفع للجانب المصري والسوداني أكثر مما ينفع أثيوبيا فبالتالي لا يمكن أن تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب فبل هي تريد أن تنهي هذه المسألة بأسرع وقت ممكن ليستفيد الشعب من موارده الطبيعية والمياه التي تنبع من أراضيه مئة في المئة أعني النيل الأزرق فلذلك أيضا موضوع العقلانية وكذلك وتجريم حتى وصل به الأمر إلى أنه جريمة أنا إن كانت هناك يعني دولة تعاقب بجريمة فعلتها هي مصر والسودان حينما اقتسمت بهذا النهر الذي ينبع من أراضي أثيوبيا أخذت لمصر 55.5 و18.5 أو كذا للسودان ولم تبقي لأثيوبيا شيئا إذن فأخذت موارد الآخرين دون استئذان منهم ودون مشاركتهم فبالتالي إذا كانت هناك إجرام ومحاسبة سيد جمال ابقى معي نتحول الآن مشاهدين إلى جلسة مجلس الأمن التي كنا ننتظرها لبحث أزمة سيد النهضة بطلب من المجموعة العربية مصر وسودان وتونس ترجمة نانسي قنقر